احنا بس ما قرناش مع بعض التسريبات اللي خرجت من اه الاخ بلينكل مع الادارة الامريكية برضو احنا دخلنا في الحوار مباشرة عشان وقت الدكتور مايكل هديكم بس اجلاء صغيرة عشان تعرفوا بس مدى الامور بتدار ازاي ان حتى الشعوب اصبحت الحكومات الغربية اللي بتدعى الديموخلاطية لا قيمة لهذه الشعوب عنده حكومات بص يا سي هنقول لك اللي قيل عن شبكة سي ان ان قالت ايه بلينك نوجه رسالة الكترونية الى العاملين في الوزارة يوم لاثنين وقتها يعني حسب سي ان ان التي تقول انها اطلعت على رسالة جاء فيها ايه نركز بقى شوية اعرف انه بالنسبة للكثيرين منكم تعتبر المعاناة التي تسببت بها هذه الازمة امر شخصي تمام واضاف ان الالم الذي يأتي مع رؤية هذه المشاهد وهذه الصور بشكل يومي للردع والاطفال والمسنين والنساء وغيرهم من المدنيين الذين يعانون جراء هذه الازمة امر موجع امر ايه موجع هو من اللي بقول كده ده بلينكين بيخاطب المعترضين عندي يعني على الموقف ده من ادارته بقولك انه شايفيني ده امر موجع يعني وانا نفسي اشعر بذلك الوجع انا مش مصدق نفسي نظمنا منتديات في واشنطن للاستماع اليكم ويعني حسسنا الادارين والفرق على اجراء مناقشات صريحة في الاماكن حول العالم لنكون قادرين على الاستماع الى ردود افعالكم وافكاركم ومن ادارتنا العليا مواصلة القيام بذلك يا رجل انت يعني انت بتستخف بشعبك بقى انت هتعمل لقاءات ومؤتمرات ويا سيد عبر زوم عبر سكايب وتفر زي ما انت عايز عشان تعرف اراءهم ايه وبنع العلي تقرر تقرر ايه طبع الناس قالوا لك نشعر بالوجع وانت اعترفت انك هتشعر بالوجع وبالقلم مما يحدث بنمكن انت كاذب